عشرات الأسر الأنبارية ضاعت بين الانتظار والترقب لمعرفة مصير أبنائها المغيبين والمخطوفين منذ أعوام أثناء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الأرهابي التي شهدتها الأنبار رغم المطالبات للجهات المعنية يبقى السؤال الأهم يبحث عن إجابة مقنعة متى يعالج ملف المغيبين في المحافظة على عوائد الداحت ما رأيها أن أحدها أربع سلم ومجوزين بعدهم توهم جوزين ورحموا وخلوها النسوان شوزين يا ناس ناس راحت هتيت وولت وما الحكومة ما صار خمسين ما قالت أني هذا يا بحكم لا طيبة لا ميت شو سوح نسا جاعدين وكارسين متعبنين لما الله يقول بكة الله يعودنا رب العالمين ويرفض أهالي المغيبين استبدال أبنائهم المفقودين مقابل المبالغ المادية وسط مطالباتهم بالكشف عن مصيرهم حتى وإن كانوا أموت أحنا يا أبا مري جاي العالم أكوه ويقولون وفوه أحنا ما أوفي أنا وحدة من الناس ما أوفي ولدي خلاص أظل أداع بيهم يعني ما للدنيا كل ما يعوض ولدي لأن ولدي راح أتمنى يعني أتمنى يعني أتمنى يعني أتمنى يعني واحد يشوف حالنا شنو نصار بينا أحنا لا ما وفيتهم شلون أوفيهم عزيزين علي أنا وفيهم يما تعيشاني وهم مدروان مدروان راحوا بيهم ويعد ملف المفقودين والمغيبين من أكثر الملفات توسعا في محافظة الأنبار إلا أن المسف فيه التعاطي معه ليست بالمستوى المطلوب ومهمل من الجهات المعنية من منطقة البوكاش أحمد الحمداني قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر